أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ بحناجر تتلو خير الكلام وبقلوب متعلقة بذكر الرحمن لا يجمعها نسب ولا سبب إلا كتاب الله عز وجل احتضنت بلدية تاجراء مسابقة منارة سيد عبد الرحمن بن عبيد الثالثة لحفظ القرآن الكريم وتجويده نستعين بالله وحده ونسلم على من لا نبي بعده نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نستعين بالله ونفتتح على بركة الله فعاليات مسابقة منارة سيد عبد الرحمن بن عبيد الثالثة لحفظ القرآن الكريم وتجويده ومن بابي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدحت حناجر 180 متسابقا ومتسابقة يتنافسون على مدار خمسة أيام أمام لجنة تحكيم من المتقنين والمحفظين وبرعاية مكتب الهيئة العامة للأوقاف ببلدية تاجراء نخبة من الحفظة وصلوا إلى التصفيات النهائية على مستوى البلدية التي احتضنتها منارة سيدي بن عبيد بمحلة العثمانية بأمل تحصيل التراتيب الأولى ونيل الأجر والثواب نجتمع اليوم على مائدة القرآن الكريم وفي رحاب آياته وكنف كلماته وهو أفضل ما يشغل به المؤمن كل أوقاته حيث يتبارى أكثر من 180 طالبا من طلاب المنارة وعلى مدار خمسة أيام في جوانب مختلفة وبأعمار متفاوثة للظفر بالمراكز الأولى في المسابقة ويقول الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فطالما كانت ليبيا سباقة في مجال حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته وقد بات من المعروف حصد أبنائها للمراكز الأولى في المسابقات القرآنية المحلية والدولية بفضل الله تعالى الإقبال الكبير على المسابقة من متسابقين من كافة الأعمار تخبرك أن بلاد الحروب والاقتتال لا تزال تحافظ على ما عرفت به ولا يزال فتيانها وفتياتها يتنافسون في أسمى المجالات وأطهر الكلام ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم